فوز أنعش الفريق للخروج من المنطقة الحمراء البداية كانت حراشية في هذه المحاولة بمبنجاح الحارس فلاح بالمرصاد لتتكرر المحاولات لكن دون فعالية بعدها الحمراء ورفعوا من رتم أداء خط هجومهم ونقل الخطر إلى منطقة عمليات الاتحاد الذي ارتكب عدة أخطاء سمحت لزوار بفتح باب التسجيل بهدف وقعه بحري بطريقة جميلة في الدقيقة التاسعة والعشرين من زمن المباراة هدف جاء بطريقة جميلة كما قلنا بعقب اللعب بحري الذي كان في المكان المناسب هدف حرك الحراشية تحت ضغط الأنصار في مهمة البحث عن هدف التعدل لكن دون جدوى أمام تألق وفطنة الحارس فلاح وكاد الزوار الوصول مرة ثانية لشباك دوخة في هذه اللقطة بكرة بليلي الذي تلعب بدفاع الخصر الشوط الثاني بدايته كانت حراشية بكرتين خاطرتين من طوهري ثم كرة ثابتة من زيان شريف تمر جانبية لتتواصل هجمات أصحاب الأرض لكن دون فعلية ثم تأتي هذه المحاولة من طرف الحمروة بكرة بليلي مرت بسلام على مرمى دوخة نفس اللاعب وبعمل فردي يشكل خطر على مرمى الاتحاد أصحاب الأرض وصلوا حملتهم الهجومية في أمل تحقيق التعدل في هذه الكرة تنتهي بين أحضان الحارس فلاح ثم كرة زيان شريف التي كادت أن تخادع الحارس فلاح الذي أبعد الخطر إلى خارج مرمى لتأتي الدقائق الأخيرة ببطاقة حمراء للعب زيان شريف بعد احتجاجه على إحدى الكرات وآخر كرة خطرة كانت من طرف اتحاد الحراش فلاح يتألق دائما في بعاد الكرة ويحرم الاتحاد من تحقيق التعدل كان لازعنينا